السلام عليكم في دارتنا النهاردة هو دارت سريع سنتعلم كيف نعرف الورد بريس ان احنا بالفعل ادفنالي بلاجيني طبعا بعد ما سطب الورد بريس ستدخل على الادمن بنن او لوحة التحكم بتاعت الادارة تعالوا نروح على الملفات بتاعت الورد بريس اذا نظرنا لتركيبة الملفات بتاعت سكريب الورد بريس هنلاقي فولدر تمو دابل بي كونتنت وهو ده المستهدف جوه دابل بي كونتنت هنلاقي بلاجينز و سينز ده طبعا بتاع القوالب بتحط فيه فلدات القوالب وده بتاع الاضافات اللي احنا هنشتغل عليها لما تدخل بلاجينز ممكن تبدأ تعمل بلاجين جديد عن طريق انك تضيف فولدر جديد وتسميه اي اسم بدون مسافات فتقوله ما احنا سميه اوكي بعد ذلك تدخل سامبل نفس ده وتعمل فايل جديد تسميه بنفس اسم الفولدر اوكي كده هنسميه بنفس اسم الفولدر بعد ما بالفعل انشأنا فولدر والفايل بتاع البلاجين جي الوقت بقى ان احنا نعرف الورد بريس ان ده ملف بلاجين ده عن طريق انك بتكتب كومنت في اول الملف بيقدر الورد بريس يتعرف على خواص البلاجين ده ازاي اقدر الكومنتات دي مشتاك نتحفظها لو احنا نفت بولبر دي كومنتيشن اللي قلنا عليه هيبقى صاحبنا معانا وهنلاقي موضوع مرايسنج البلاجين لو فتحناه تحت هنا الفايل هيدر بتلاقي هنا الكومنتات دي اللي بيقولك اكتبها عشان اقدر اعرف ان انت بلاجين انا طبعا مش حكتب كل الكومنتات دي والكومنتات دي مش محتاجة خبرة لان هي عبارة عن معلومات بالبلاجين يعني مثلا البلاجين نين اسم البلاجين اسم البلاجين اسم البلاجين اسم البلاجين لو بي رابط دعم فني لبلاجين ده اكتبه وهكذا مجموع البيانات انا هحزف بعضها فبقت بالشكل ده كتبت البلاجين نيم URI لو في موقع دعم فني وصف عني البرجن بتاعه الاسر من المؤلف وURL بتاع الURI بتاع الوف كده انا اقدرت ان انا اكون البلاجين بتاعي هسايد الملاب وانتقل لوحة التحكم بتاع الوحة ولو رحت في لوحة التحكم خلاقة عند بلاجين هدوس عليها ولما تفتح لي قايمة حنزل في قايمة حلاقة عند اهو اللي احنا عملناها مجرد ان بس تعمله اكتفيت عشان تقدر تفاعله ويدخل في الساستان فهيقولك بلاجين اكتفيت يبقى احنا كده في الدرس ده قدر لنعرف ازاي ان احنا نكاري بلاجين ونقدر نعرفه لورد بريس ونعمله اكتفيت اذا حبينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة